طبعا كلنا كنا فخورين بما قدمه محمد صلاح في البريميل ليج جولة كانت مهمة جدا لليفر بول خاصة يعني الجولة اللي فاتت دي كانت جولة في اعتقادي عودة الروح مرة تانية لفريق يمكن كانت بداياته صعبة جدا وهو فريق ليفر بول كيدا كابتن ماتش ليفر بول مبارح والسيتي ممكن يكون تيرنينج بوينت وممكن نقطة تحول بشكل كبير جدا لليفر بول ليفر بول بداية سيئة جدا في المركز الحداشر في الدوري يخسر من أرسنر يخسر منشستر ينايتد يخسر من نابولي في الشامبينز ليج مشاكل كتيرة جدا قابلها ليفر بول ده طبعا بسبب تغيير طريقة اللعب وبسبب رحيل ساديو مانيو بسبب عوامل كتيرة جدا والإصابات اللي لاحقت ليفر بول من أول السنة مبارح يورجين كلوب لعب على قد إمكانياته ولعب على قد اللي هو يقدر يطلع به من حاجة في المباراة أول ما شفنا التشكيل كلنا كابتن هاني تخضينا قلنا ميلنر موجود وإليوت موجود والجابهة دي أصلا وكمان جومس اللي بيلعب جنبهم يعني الجابهة اللي يمين دي كلها رايحة في داهية ولكن ليفر بول مبارح غير طريقة اللعب خلاص كابتن وكان بيلعب 4-3-3 وغير طريقة اللعب لـ 4-4-2 وابقى محمد صلاح هو الفرود وهنيجي دقتي برضو للكلام ليه محمد صلاح تفاوق وليه محمد صلاح تاني يرجع للتهديف كلهم يقول ده منا كابتن محمد صلاح حطه يعني قريب من الجون هيديك كل حاجة انت عاوز هيديك أسستات هيديك الكوري بلسنج اللي يعملها غير البوزيشن كذا مرة يعني في وقت من الوقات كان بيلعب على الطرف وكان من الطرف بيخش جوه بيبقى رأس حربة تاني في وقت من الوقات زي انت بتتكلم بقى اتنين بيلعبوا اتنين رأس حربة في اخر المباراة حتى في الجون اللي جاي محمد صلاح كان الوحيد السترايكر الوحيد اللي موجود وبالتالي انا شايف ان بجانب محمد صلاح في تقلقه من خلال المباراة يوجن كلوب يوجن كلوب كان بيشتغل تحت ضغط رهيب واحباط كبير جدا كان فيه شعات كتيرة كابتن نومة مشروب تقعه لكن تعامله عايزك تشرح تعامله مع المباراة ازاي زي ما انت بتقول لقينا ميلنر بيلعب ناحية المين ولقينا قليل بيلعب ايضا في ناحية المين ازاي هي الفرقة نفسيا لهذه المباراة من خلال الاتحامات اللي احنا شكناها القوة البدنية الرهيبة الرتم العالي جدا رتم سريع جدا رتم رهيب من اول ديئة الاخر ديئة شايف تفوق يورجن كلوب على بيب جارديول كابتن اقوى جبهة موجودة في منشستر سيتي هي الجبهة الشمال الجبهة اللي بيلعب فيها فودن وبيلعب فيها بيرنوردو سيلفا وفي نفس الوقت اكبر صغرة موجودة عند ليفر بول هي ارنولد ارنولد الراجل لما بقولنا بنيلعب 4-3-3 محمد صلاح اه بيبقى وينجو بيلعب على الخط بس هو في الحقيقة ما بيبقاش بيلعب على الخط هو بيدم الجوة وبيسيب المساحة اللي برا أو الطرف اللي برا لارنولد عشان يعمل الزيادة العددية ويكون موجود طبعا دايما الاطراف كلها الطرف اليمين طرف الشمال كلهم يبقوا زيدين وهاجمين تحس ان ليفر بول بيلعب بستة قدام مش بيلعب بثلاثة قدام فاكبر صغرة زي ما قلنا هو ارنولد فالراجل جميلنر اكبير في السن اه عنده مشاكل جميل ليفر بول اصلا متضايقة منه وكان عنده مسباس وعنده حاجات كتير قوي من اول السيزن وعمل له مشاكل كتير ولكن الرجل ما بيزيتش يا كابتن هاني وهو جيرجين كلوب غير طريقة اللعب الاربعة اربعة اتنين بحس انه هو يخلي اليوت مع وجود ميلنر اللي ما بيزيتش مع وجود جوميز زائد طبعا ان فابينيو حطه في الحتة اليمين والكنترا على الحتة الشمال حط برضو في الحتة اليمين فابينيو ادوار فابينيو الدفاعية اقوى بكتير من ادوار تياجو والكنترا اللي بيقوم اكتر بدور صناعة اللعب فلما حط فابينيو على الجبهة اليمين عشان خاطر يعمل الزحمة دي او يعمل التكتل العددي اللي بيقى زيادة على فودن وعلى برناردو سيلفا وهي الجبهة الاقوى ولو شفنا مباراة منشيسر نايتد اللي خلصت بستة منشيسر سيتي جايب خمس اهداف من الطرف الشمال دي كانت سبب من الازاب حاجة تانية يا كابتن هو زي ما قلنا محمد صلاح المباراة مسلا بتاعة ارسنل اللي محمد صلاح طلع فيه في نص شوت تاني كان بلعبه على الخط كان بلعب اربعة اتنين اربعة مثل بتاعة اولكنتارا في النص هو وهندرسون بلعب محمد صلاح على اليمين جنب الخط ولويس دياس على الشمال جنب الخط والاتنين في النص دارو النونيز وفرميني وده بعد محمد صلاح بشكل كبير جدا يا كابتن لازم محمد صلاح يدون جمعه المباراة حمل خل فرميني هو اللي عنده اريحية بشكل كبير انه ينزل وسط الملعب يسحب مع حد من الستوبر او يقدر يفضل المساحة ومحمد صلاح يبقى موجود بحس انه هو لو الكرة اللعبت له عالطار في الرجل يقدر يسبق وفي نفس الوقت يا كابتن ما خلهوش يقوم بأي ادوار دفاعية وده اللي ساعد محمد صلاح بشكل كبير جدا جدا انه هو يبقى براحته ما بلعب على الخط يا كابتن هاني دايما بيرجع عشان يعمل المساندة دفاعية لانه ارنو الطبع عافين هو بيسيب مساحة كبيرة جدا وانه يقول ان مباراة كان عنده اريحية على طوله وقف عند خط نص الملعب كرة اللعبت له عالطار في مين وعالطار في الشمال بتحرك براحته خالص او زي ما شفنا مباراة الكرة بتاعت كانسلو اللي يعني انا متأكد ان كانسلو لو كان معافيره التاني كان ااخدها ولكن التفوق النفسي لمحمد صلاح على لعيبة الستي اخر السنين يا كابتن مساهم في 14 جون من اصل 15 جون في اخر مباراة ما بين الستي وليفر بول هو ده اللي خلى المباراة تطلع بالشكل ده مباراة وخلى محمد صلاح يتفوق على كانسلو وبرناردو سيلفا كان مداء منه اوي انا اتفق معك لان كانسلو كمان بعد المباراة شاهدت كده لا طب يقول it's my fault يعني حتى بيكلم زمال يقول لهم ده خطأ ولكن هو خطأ ولكن الاهم من الخطأ انك تستغل الخطأ ده